موسيقى 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 لخطة الترمية المهنية المستدامة اللي بتتمركز في أربعة محاور الخطة دي بتهدف إلى تطوير أداء الطالب اللي بيلتحك بالتعليم الفني ليواكب سوق العمل ودي نقطة مهمة جدا بقى إن احنا نطلع طالب يواكب سوق العمل يطلع يشتغل على طول بقى ليه فرص عمل على طول بشكل مباشر ده بداه يتم إزاي فنه؟ من خلال بقى الخطة اللي أولى لحضرك دلوقتي إن في أربع محاور المحور الأول هو محور الإتاحة إن احنا نوفر زي ما قلت حداك من فترة ما كانش فيه مدارس متوفرة ما كانش فيه مدارس متنوعة في كل الكرة وفي كل المراكز لأبنانا اللي هما يريدوا التحكب التعليم الفني دلوقتي الإتاحة إن احنا نوفر مدارس متنوعة ونوفر أقصام مختلفة وبجدارات مختلفة لأبنانا الطلاب بحيث إن كل الطلبة اللي يريدوا للتحكب التعليم الفني لهم فرصة موجودة فيه عندهم بيزا توفير المكان توفير المكان آه اللي هي الإتاحة اللي نحن نوفر مكان للقدرة الاستيعابية للطلاب المتقدمين في هذا السن وفي هذه المرحلة بالتحديد النقطة الثانية اللي هي موطة الجودة إنه نقدم نشتغل على الجودة على جودة المخرج التعليمي وعشان نشغل على جودة المخرج التعليمي بالتالي لازم نشتغل على جودة الخامات المقدمة لهم طبعا التعليم الفني فيه خامات موجودة وفيه معدات وفيه أجهزة وفيه تجهزات كتير جدا فلازم نجود في هذه المنتجات المقدمة اللي هي بالشغل عليها الطالب عشان تواقب سوق العمل يبقى ورده في نفس الوقت المعدات والمجود والحاجات دي تبقى مواكبة لسوق العمل فده نجود بنشغل على الجودة بالنسبة لهذه الأشياء يبقى وفرنا المكان بعد كده اختيار الجودة اختيار اللي نشغل على جودة الخامات المقدمة والمعدات الموجودة والمتجهزات اللي موجودة عندنا ومش كده وبس ده أيضا جودة المعلمين أو جدارات المعلمين اللي احنا نسميهه الجدارات المهنية أو الجدارات الحياتية ان يعني ايه جدارة يعني عندي معلم مثلا بيدرس في قسم الكهرباء يبال لازم هذا المعلم يكون جدير بالكهرباء ايه جدير ب LET sebox لديه جدارة في الكهرباء يعني يكون لديه المهارات الكافية في الكهرباء نفسها مش معلم مش مدارس يدي مادة نظرية لا هو مدرس اللي هو المدرسين العملي يكونوا لديهم الالمام الكامل صناعي يعني زي ماقوله كده باختصار صناعي معلم كهرباء معلم كهرباء يكون ملم بالكهرباء وملم اللي مستباكة لما باستباكة واللي في الكهرباء يلموا بالكهرباء والآخرة يبقى بالتالي لديهم الجدارات والتنمية من ده من خلال برامج التنمية المهنية اللي تتعامل ده وفق الخطة الاستراتيجية المعمولة اللي هي خطة 2030 اللي خطة تنمية المهنية المستدامة في التعليم الفني النقطة الثالثة اللي هي تطوير المناهج نفسها تطوير المناهج من خلال أيضا جدارات المناهج الجدارات يعني ايه جدارات اللي احنا نتوسع في هذه الجدارات وتوسع في هذا التعليم وخاصة التعليم المزدود ان احنا نوفر مناهج تواقب سوء العمل مناهج مواكبة لسوء العمل يعني ايه مناهج مواكبة لسوء العمل يعني مثلا انا عندي مصنع معين مصنع غزل ونسيق يعني بالتالي عندي مدرسة تنغزي هذا المصنع يعني عندي اقسام اللي اقسام الغزل والنسيق في التعليم الفني تغزي هذا المصنع يعني بالطالب لما يتضرب ياخذ الجانب النظري والمعلم اللي لديه الجدارات المهنية والجدارات الحرفية عندي والمهارات اللي عنده ينقلها لهذا الطالب بحرفية وبمهنية وبخبرات حياتية موجودة على الأرض الواقع وربطه بالمصنع وهو بيأخذ النظر ويروح يتدرب في المصنع يوم مرتبطين مع بعض لما يطلع يتخرج يلاقي الشغل اللي بتاعه موجود على طول متوفر على طول في المصنع اللي عندي يعني إذن هنربط التعليم بسوق العمل ده ده محور الأخير بقى كل الشغل اللي أنا بعمله ده أنه نربط التعليم الفني بسوق العمل ده بإختصار الأكثر أهمية أنه عندنا بالفعل في حاجات في التعليم التعليم ممكن نستفيد منها داخل المنظومة التعليمية يعني مثلا أنا عندي حاجة اسمها اللاها مركزية بتصرف قبل الدراسة ما تبدأ بشهرين ثلاثة مبلغ اللاها مركزية ده لو يقوم به التعليم الفني ياخدو التعليم الفني من خلال خطة معروفة ومدروسة وفق رقابة عليها أدارية ورقابة مالية والآخرة من خلال التوجيه المالي والإداري والمتابعة عليها الناس اللي هما في التعليم في مدارس التعليم الفني لزي مثلا مدرسة الصناعية مدرسة الصناعية فيها قسم الكهربة والنجارة والسباكة والحدادة ده فيها أقسام مختلفة هذه الأقسام المختلفة لو تروحي الطلاب دي اللي هما بيقى فيه أصلا فيه أحيانا في بعض المدرس وفي بعض الكرة فيه عزوف من هؤلاء الطلاب اللي هما طلاب التعليم الفني دول عزوف عن المدارس عزوف عن المدارس ليه؟ ما بيروحوش المدارس يعني لأن غالباً بعض أولياء الأمور بيأهضوا الطلبة دول يأخذهم الدولون في تعليم الفن دخل مدرسة بشير راح يشتغل برة ودي نقطة بتاجعنا أن نحن ندخل في موضوع تاني أو ملحة تاني اللي هو موضوع التصرب ودي بالفعل بدأ يهتم فيه الدكتور أكرم حسن الوكيل وزارة الحالية اللي أنا بوجه له كله الشكر والتقدير على فكر الكبير وبدأ يهتم بأربع خمس ملفات مهمين جداً لأن كنا نحن نسينهم فكتور أكرم وكيل أكرم حسن وكيل وزارة تربية تعليم الفيون شخصية محترمة وشخصية ممتازة جداً عنده فكر كبير بيشتغل على محور مختلفة محور الجودة وده محور مهم جداً بيشتغل على محور التصرب وده محور مختلفة هيأتي الحديث اللي هي إن شاء الله في خلال سنة الكلام المحور اللي هو بيشتغل عليها دلوقتي من ضمنهم المحور اللي هو محور التصرب ده الطلبة بيروحوا يسجلوا في المدارس ويروحوا يمكن يشتغلوا بره طيب أنا ليه ما نجيبه ووفر له ووفر له الشغل وفي نفس الوقت تربطوا بالواقع يعني بتاع قسم الكهرباء ما يروح يعمل الكهرباء اللي في المدارس اللي عنتي هيأخذ الجانب النظري والمعلم بتاعه اللي هو ماسك رئيس القسم أو رئيس الورشة أو اللي هو أنت قلت حذك عليه دلوقتي المعلم أو الصناعي هيأخذ وروح يعمل أعمال الكهرباء من أن احنا نوفر لهذا الطالب دخل طبعا لازم تعملها لوائحوا وقعونين بس أنا بسيخ فكرة ونقطة معينة يعني ودي بالفعل أنا عملته على فكرة يعني أنا كنت سابقا مدير عام قدارة سينورس تعليمية وكان عندي جنبية مدرسة الصناعي وعملت بالفعل الفكرة دي خدت 45 طالب من مدرسة الصناعي ومعاهم 15 معلم من المعلمين المحترمين المخلصين للبلد ومخلصين لبطنهم وعايدين يعلموا أولادهم فعلا لهم كل الشكر من خلال حضرك بشكرهم وبشكر مدير مدرسة أعنذاك الأستاذ حمدي وكير مدرسة الأستاذ شوئي وكان مدير التعليم الفانسون محمد وبشكر كل القائمين على منظومة التعليم الفني بالفيوم وحاليا كان سابقا أستاذ محمد الحاليا أستاذ طه البن له كل التحية وكل التقدير خدنا الناس دي وطلعنا روحنا المدرسة اللي فيها صياني كانت تكلف 49 ألف جنيه سنوانات اللي موجودة فيها تخيل عملنا احنا وفرنا العمالة لأنه جزء كبير جدا من المبالغ اللي بتهضر بسبب إيه؟ بسبب العمالة اللي بتشتغل الأجرة مرتفعة جدا وتضيف لها الـ 14% اللي لابد أن تضاف للصناية والحاجات اللي احنا بنشتريها فنصر حصيان والمدرسة دي اللي كانت تكلف 49 ألف جنيه لم تتجاوز تكلفتها 9000 جنيه واعطينا لكل طالب في هذا الوقت 25 جنيه وواجبت غدا الطالب أنا أنا مهمنيش ده كله بس هميني نقطة كانت جات في النهاية استفدنا من الطالب وفي نفس الوقت استفدنا أنه طبقنا عملي ووفرنا فلو وفي نفس الوقت في توفير كمان وفي توفير خد بقى النقطة الأكثر أهمية ودي للمهمة المهمة بقى اللي هي الجدارات اللي احنا بنكلم عنها اللي الوالد بقى لديه المهارة أنه اشتغل خلصت واشتغل بأيدي بقى بعد ما خلصنا اليوم قال لي أنا بشكر حضرتك يا أستاذي قلت له ليه قال لي أنا مبارح كنت بشغل بـ 50 جنيه لأنه كنت زي يقولوا كده صابي بكرة هالشغل أطلب منه مجنيه قال لي لأنه نهار ده بأتفيس عندي السكة اللازمة أنه اشتغل بيدي بدأ يشتغل بيديه بدأ يبقى كهرباء بنفسه بدأ يسباك بنفسه فبدأ عنده المهارات الكافية وبدأ يحس بسكة في نفسه بايزا اللي هو خريج قسم كهرباء ممكن نستفد بيه طبعا نجارة نقاشة كل ده احنا بنحتاجه في المدارس وغالبا يعني في بداية العام الدراسي بدأ ما احنا بنعمل خطة ونشوف مصروفات دي ممكن نحنا نستفاد من الطلبة صحي كده؟ ده المختصر بتاع المغضرة بالمحارف ده مختصر آه تمام يا فن وده هنا كده احنا بنربط التعليم الفني مش بس بسوء العمل اللي برا ده بمدارسنا نفسها يبقى مرتبط المدرسة بالحضور بالانصراف وهنا كده هنخليه يحضر ويشارك معنا في كل بقى طبعا اقصام مختلفة اللي موجودة وانواع مختلفة التعليم الفني تقدر تشارك في العملية التعليمية يعني مثلا عندنا موضوع زي المقاصف المدرسية المقاصف المدرسية ما تديره المدارس الفندقية هتوفر له واجه وافر له اكل مناسبة واجه بقى مناسبة باسعار مخفضة حاجات كتير جدا يمكن انصفين منها لازم بقى بيكون في دور لمجلس المدينة والقائمين عليه ايه دور المدينة؟ بصراحة في دور مجلس المدينة انا السائل السابق برضو كان في سنورسل بسان محمود اشم وحاليا العمدة بيسانبون العمدة هو رجل الشيخ عرب رجل محترم جدا ومتعاون لابعد مما ستتخيل لحاجة كمال سلومة وكل رأسال الوحدات المحلية معايا هناك متعاونين لما تعاونوا معانا في شكل كبير جدا في العملية التعليمية وفي تطوير العملية التعليمية وبيوفرنا كل السبل في ادارة يوسف الصديق التعليمية لانه بتتميز ليوسف الصديق زي ما حالك يمكن عارف اولا هي مركز نائي والبلاد والكرة ما بينهم والمعضونها كرة نائية فمثلا احكي لك مثلا تجربة في تلت عدالي العام الماضي قبل احداث كورونا وابل جاء حد كورونا ان شاء الله ربنا يعافينا ويرفع عنا البلاء ان شاء الله تعالى قريبا باذن الله تعالى كانوا قلنا ان احنا نوصل ورق الامتحانات عملنا نفس النظامة اللي بيتم في السنوية العامة عملناه ونقناه في تلت عدالي جبنا منين العربيات بدون تكلفة ولا جنيه جبنا منين العربيات السيد رئيس مجلس المدينة عطى تعليماتهم باشرة الساد والرؤساء الوحدات المحلية جبنا العربيات باستعال الساد والرؤساء الوحدات المحلية لم كله شكر والتقدير نقلنا الامتحانات وكنا هذا هيتم لان احنا برضو عاملين السنة دي كنا عاملين برضو السنة دي مطبع سريع تبعنا كل الامتحانات لأن في ظل هذه الأحداث أحداث جاية في موضوع المطبع السرية دو بس معنا على الهاتف المحاسب كمال سلوما رئيس مجلس ومدينة يوسف الصديق ومحافظة الفيوم أهلا وسهلا بحضرتك هلو هلو طبعا نحاول نتصل بي تاني ما حضرتك يوسف محمول المطبع السرية الحاجة كمال سلوما من الناس المتعاونين هو السادة رؤساء المحادثة الحالية والسادة الاثنين النواب اللي معاها السادة أحمد والسادة عالي نابوت نحن كل التحية وكل التقدير المطبع السرية احنا عامليني السنة دي طبعا أحداث كورونا دي خلت أولياء الأمور في عزوف عن دفع المصرفات فبالتالي خامات الامتحانات مش موجودة كلها لأن خامات الامتحانات بتطلع من خلال دفع المصرفات فاحنا قلينا انه يبقى فيه عبء مادي وعبء معناه واجتماع على السادة مدير المدارس واحنا طبعا بنمنع من عمباتة ان احنا نجمع اي مبالغ تحت اي مسمى وتحت اي باندي مرفوض رفضا تمام من اي ولي أمر ومن اي طالب فبالتالي عملنا مطبع سرية من خلال الإدارة مباشرة ومن خلال دعم مؤسسات التعليق المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية عملنا المطبع دي بحيث ان احنا نطبع جميع امتحانات داخل المطبع السرية كبير كان بيتم قبل اصدار طبعا القرار بالمطبع قبل كده كان بيتم الامتحانات يقوم بقى كل مدرسة تطبعها في المدارس في مكتبة او ولا داخل المدرسة في المدرسة المفترض ان هو المدير المدرسة بياخد الامتحانات من الموجهة الاول ياخد الامتحانات في ظرف مغلق يصرف ويشغل في الكنترول عنده مفروض ما اطلعش من المدرسة فده كان بيتم إنه هو ياخده الامتحانات وبيعملها عنده طبعاً بده بيالجاء إنه يجيب يجيب أجر على التصوير ويجيب أحبار ويجيب ورق ويجيب حاجات كتيرة جداً ممكن رجع لنا المحاسب كمال سلومة أهلاً وسهلاً بحضرتك حالو 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 أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاج كمال إزاي حضرتك الله يخذيك فند أخبار حضرتك يا فند الحمد لله مشرفنا ومنورنا ببرنامج هو المجتمع يا فند الله يخذيك يا فند طبعاً فرصة وحضرتك معنا إنه إحنا نتكلم عن مركز ومدينة يوسف الصديق عايزين نشوف أكتر الإنجازات اللي تمت في 2020 يا فند أولاً بدايةً أنا بشكر معليك وبشكر القناة وفريق الإعداد رب نبقى يعني أحب أقول قبل ما أقول الإنجازات بتاع 2020 أنا عايز أقول إنه إحنا مرغينا بظروف يعني باعتبرها إنها جائحتين في شهر ثلاثة إن أنا تعرضنا في محافظة الفيوم مع بعض المحافظات لسيول كبيرة قوي واثنشر ثلاثة بالتعديد ما ننساشي ثلاثة أيام كان مطر متواصل وأصفر عن أن المصرف الوادي عندنا ما استوعبش المية وعمل خسائر في قرية النزلة وقرية فعيدة في كحك ودول طبعاً أنا بنتهز الفرصة إن كانت ده كان امتحان كبير بالقيادات كيادة التنفيذية والشعبية والشباب يوسف الصديق وبوجه الشكر معالي الدكتور محافظة الفيوم اللي بعتبره يعني إنه هو رباً سفينة التنمية في المحافظة على المجهود اللي هو قام به ووجه وقدرنا إن احنا نسيطر على السيول دي دي وعلى الناس اللي هيش بالاشتراك طبعاً مع الهلال الأحمر ومع التموين والصحة والبيئة والمسطحات والدفاع المدني يعني كانوا كتير 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 بالأضافة بقى للتنفيذيين في المحافظة والمعدات والري وطبعاً الجائحة التانية اللي حضرتك اللي احنا لسه بنعيشها اللي هي كورونا وده بعتبر إن احنا طلعنا بالحاجتين دول إن احنا بنعتبرهم إنه هم بقدر إنه هم يعني مصائف وجائحة إلا إن احنا انتصرنا فيهم انتصار كبير في محافظة الفيوم والحمد لله بنعتبر إنه إنجاز ثانياً بقى على الإنجازات اللي هي بقى اللي احنا بنحققناها في يوسف الصديق اللي ملموسة في حاجة جميلة جداً إن احنا يعني ربنا أكرمنا بمدفن صحي في قرية الريان في يوسف الصديق لأن دي كانت يعني كانت بتسبب مشاكل كبيرة وكانت المدفن اللي هو قبل كده كانت في وسط الكتلة السكنية وكانت طبعاً البكتيريا بتتفاعل وبتولع تعمل أدخنة وتتصعد الأدخنة والناس كانت بتتأذى منها ربنا أكرمنا فعلاً فضل ربنا ضعب توجهات معادل المحافظة إن احنا عملنا مدفن صحي كبير وعملنا محطة وسيطة كمان إن احنا بنستخدمها في إن احنا نبقى وسيطة بننقل فيها القمامة وبنحولها للمدفن الصحي إنجاز كبير في يوسف الصديق على المستوى بقى يعني السياحة البيئية وإحنا يعني يمكن الحمد لله رب العالمين يوسف الصديق تعتبر من المراكز الوعدة والمراكز اللي بتتمتع بأثار السياحية السياحة بيئية والسياحة يعني أسرية إلا إن يعني عندنا حاجة تطوير حصل في المحمية بتعوان الريام وده كان لازم كل سنة كان يبقى فيه خسائر عندنا هيامل احتفالات والأولاد والشباب كانوا بيبقى متسرعين وبينزلوا وتحصل خسائر ليهم ده في الشللات فرمي؟ منطقة الشللات؟ نعم ماشي منطقة الشللات آه تعمل فيها تطوير وتعمل فيها كباري مشاه كده جميلة وبتعدي من فوق الهدرات ومنظر جميل منظر سياحة بيئية عظيمة 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 طبعا يعني الحمد لله رب العالمين إنجاز عظيم 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 بجانب الإنجاز بتاع المدفن بجانب بقى حضرتك إن احنا يمكن عايزة أقول لك اشتغلنا على القانون يعني 144 اللي هو بتاع تقنين الأراضي أملك الدولة اشتغلنا على المصالحات قانون المصالحات 17 لسنة 19 يعني حسينا فعلا وساعدنا الناس كتير في بعض انه يتغلب على المشاكل بتاعته آه خاصة ده طبعا مش يعني هنقول لحضرتك طبعا إنه بجانب التشجير بجانب الإمارة بجانب تفعيل الخطة الاستثمارية اللي هي مبنية على دوانب كتيرة طيب بالنسبة للمبادرة الخاصة بتطوير القرى احنا عرفنا إن القرى يوسف الصديق استحوزت على مبلغ كبير طبعا بالنسبة للتطوير ده هيتم في إيه فننا إن شاء الله بإذن الله ده كان فتاة مسك العشرين عشرين في مبادرة حياة كريمة توجهات الرئاسية لفخامة الرئيس إنه نحن تدخل يوسف الصديق من ضمن التطوير بتاع القرى دخلت الحمد لله كلها يمكن المركز كله دخل تطوير ودخل على المراحل يعني جميع خدمات الموجودة هتستكمل في يوسف الصديق من صرف صحي لمية لقهربة لطرق لرفع مستوى مباني موجودة يعني إحلال وتجديد أو رفع كفاءة يعني بنشتغل على الموضوع ده إن احنا النهاردة فيه فريق عمل كبير بيعمل إعداد لخطة ليوسف الصديق إن شاء الله بإذن الله هتسمر بإذن الله بسمارها الطيب المحاسب كمال سلوما رئيس مجلس ومدينة يوسف الصديق ومحافظة الفيوم شكرا شكرا جزيلا لحضرتك بنا شكرا سوز محمول طبعا الحج كمان من الناس القيادات المحترم جدا طبعا المحبود لهم في كل مكان شخصية محترمة كل ما تعني الكلام يعني راجل قيادي طيب هندخل بقى للإنجازات داخل مركز ومدينة يوسف الصديق بالنسبة طبعا للتعليم هو بالنسبة للإنجازات لما نتكلم عن الإنجازات يبقى لازم يكون فيه محاور بتوصلنا لهذه الإنجازات أول حاجة لازم يكون فيه خطة قبل الخطة دي يبقى فيه فريق بنشتغل عليه الفريق ده بيكون هذا الفريق القائد اللي موجود فعلا ميداني مش مكتبي زي ما تفضل حاج كمال سلوما شوية دكتور أحمد الأنصاري محافظة الفيوم ونائب المحافظة دكتور محمد عماد وكل القائمين على محافظة الفيوم بيدعمه العملية التعليمية بشكل خاص وده يعني هو رجل دكتور ودكتور فعلا اسمه ورقب يعني ففهم يعني ايه عملية تعليمية وفهم يعني ايه دور العملية التعليمية في تنمية المجتمع ودورها في المجتمع والآخرة وهو لحقنا بالمجتمع بشكل كامل في العديد من المبادرات فله كل التحية وكل شكر وتقديل لأنه فعلا رأي العملية التعليمية بمعنى الكلم على أرض الواقع في الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظة الفيوم له كل شكر وتقديل ايضا المدرية بكل من فيها على رأسهم طبعا الاستاذ الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة الحالي صاحب الفكر والرؤية الوعيدة السعيدة ان شاء الله تعالى التي ستنهد بمحافظة الفيوم ومن قبل طبعا استاذ محمد عبدالله تمانيات له بالشفاء العجل وعودته لنا إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يشفيه وعفيفه يعوده لنا مرة أخرى إن شاء الله تعالى وكل القائمين على العملية التعليمية وبرضو بشكر دكتور عبدالعب منعم الوكيل الصال أسبك لمحافظة الفيوم لأنه حطنا على التراك يعني فيه فرق كتيرة جدا بتشغل لو نقود نتكلم عن الشكر والتقدير هنحتاج حلقات عشان نقول اللي نشكر ودال على رأسهم طبعا فرق العمل اللي شغاله في الأدارة منول العامل اللي في الأدارة لحد وكيل الأدارة كل الناس بتشغل بصراحة ولها دورها البارز ودورها في تحقيق هذه الإنجازات على الأرض الواقع لأن احنا بصراحة سواء معلمين أو عمال أو إداريين أو معلمين أو مدير مدارس أو المواجهين أو رأسال أقسام مدير مراحل الناس اللي في الأدارة دي كلهم والأقسام اللي معاونة كلها حساباتهم إلى آخره كل دول بيعينوا على إنجاح على إنجاح الخطة اللي انت رسمها في خطة استراتيجية موجودة احنا ماشيين وفق رؤية الوزارة اللي باكودها دكتور تاريخ شوي رؤية الوزارة عشرين تلاتين ورؤية واعيدة وصعيدة أيضا وفقين وماشيين بالخطة اللي بتجينا من المدرية ممكن نطور ونبدع فيها شوية عشان نوفق المقتضيات اللي عندنا لأن احنا عندنا الواقع مختلف عن أي واقع آخر هو ده بقى اللي احنا نتكلم عليه هو ده بقى نعم هو ده بقى اللي احنا بنشغل عندنا خطوط عريضة في خطة استراتيجية عريضة ما نشغلين عليها وأنا عامل خطة استراتيجية للإدارة وتطوير الإدارة من أول ما روحنا على فكرة الإدارة أنا رحت الإدارة لقيت الإدارة في قطين كده ماينفعش يبقى فيهم لا طاليك بإدارة طبعا غيرنا الكلام ده بقى أنهم لجناحين والأخير وخدنا المفاة اللازمة وكان ده أيضا بفضل ودعم مجلس مجلس الأمناء في الإدارة ومجلس الأمناء في المدارس وايضا نقابة المعلمين اللي هي دور كبير جدا الحاج علي الجرحي لنقيب المعلمين بفيوم الحاج عيسى عثمان أمين عامل نقابة والأستاذ ناصر حد أمين الصندوق في النقابة كل الناس اللي بتتعاونوا أيضا لجنة القبيلة بقى افضلتها في الشوايا الناس اللي بتتعاون معنا دي لازم يبقى فيه تعاون كبير جدا مع موسات المجتمع المدني ومع الناس اللي برا ومع أستاذ النواب أيضا لهم جدور كبير جدا معنا في ان احنا نصل لهذا الدرج نقلنا الادارة من مكان لمكان بدأنا في مكانة الادارة بشكل عام في نفس المنطقة في يسفل صديق في نفس المنطقة ما احنا ما ادرش نروح مكان تي نقلنا بس من مكان لمكان عندي مكان كان موجود من فترة طويلة جدا لم يستخدم فنقلنا الادارة فيه وبدأنا نشغل على مكان الشؤون الطلبة يعني احنا مثلا كان ولي الامر عشان يروح ياخد بيان نجاح لابنه كان يقعد له 15 عام عشان ياخد بيان النجاح ده الكلام ده من اول اسبوع انا رحت فيه الادارة وكان يركب مواصلات طوال انتحاد يمكن مش عارف المكان كويس عشان يروح المكان عشان يروح مكان الادارة ده ياخد توكتو ياخد له 150 جنيه يروح له مرتين ثلاثة فللأسف الشريب يتكلف كتير جدا ما يكان لشون الطلبة سلطة الضوء على مجلس الامناء ودوره عشان كده معنا على الهاتف الحج عيسى عثمان امين عام نقابة المعلمين بمحافظة الفيوم اهلا وسهلا بحضرتك احد نجوم الفيوم ده شيخ العرب الاصل حج عيسى ايوه سلام عليكم عليكم السلام وعن الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتك يا فنم اهلا يا باش احنا لسعادات بمكالمتك وبرناجمة وبنقدم نيس كل الشفر والتجزيز احامر عليك شرف لين يا فنم شرف لين يا فنم سيد محمود كمدوسكت طبعا من دور الامناء يا فنم حابين بقى ان احنا بقى نعرفه من حضرتك بقى تحت امر معليك يا فنم لبني بارك في حضرتك الله يخليك طبعا عيسى محمود ايد عثمان امين عام نقابة المعلمين بالفيوم ورئيس مجلس امناء ادارة غرب الفيوم التعليمية وعضو مجلس امناء المحافظة اهلا وسهلا اهلا بمعليك يا رئيس اولا بنقدم لمعليك كل الشكر والتخدير وبنقدم لمعليك اه كل التحنى ببداية السنة الجديدة وانا تمنى ليك كل التوفيق والتأثير اما بالنسبة لسؤال المحليك فانت طبعا اه مجلس امناء في محافظة الفيوم والنقابة بتقوم بدور فعال مع الادارات التعليمية اه في ازمة كورونا اه الحالية والصابقة مجلس الامناء وخاصة النقابة قامت بدور توفير كاشف حراري لجميع الادارات التعليمية اه قمنا عمل توفير ادوات نظافة اللي فيه الجحنات نهاية العام بدورات الصابق اه كل مجلس الامناء بيشارك في حل المساكل اللي بيعاني منها بعض الطلبة في المجارس سواء في عجز المدركين سواء في المشاكل بين الطلبة وحيئات التدريب اه وطبعا بخصص يعني البرنامج المعارضة ان انا بشكر الاسداد محمود زيفاكم الكريم مدير ادارة يسد الصديق على المجهود اللي قايم به واحنا كمجلس امناء بنحيي جميع مديرين الادارات على المجهود 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 منهم وبالنسبة للمجلس الامناء بيشارك في جميع حل المشاكل اللي بتعاني منها كل ادارة اينا دايما مع مدير الادارة متعاونين مع جميع الادارات في حل المشاكل اللي بتعاني منها الطلبة في اي مدرسة وخاصة نحن عندنا يوسف الصديق من المراكز النائية وبفضل ربنا ومجهودات مدير الادارة لأستاذ محمود وحيئة التدريب ورسيل الادارة ادروا انهم يتغلبوا على جميع المشاكل اللي كانت بتعاني منها الادارة الحج عيسى عثمان امين عام نقابة المعلمين بمحافظة الفيوم شكرا شكرا جزينا لحضرتك تحت امر ما عليك فندم وشاكرين لمعليك على ما تقومونه بها لخدمة الوطن وشكرا لكم وتحية مصر تحية مصر شكرا لحضرتك حج عيسى شكرا لحضرتك وشكرا لحضرتك طبعا لازم يكون فيه تعاون واسم حمود طبعا هو ما كانش فيه تعاون على العملية التعليمية لازم ما كانش فيه تعاون ما بين العاملين داخل بعضين داخل العملية التعليمية وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الاخر وخاصة الزراعين بتاع الادارة التعليمية النقابة ومجلس لازم يكون فيه تعاون كبير جدا نرجع لموضوع المحافظة ودور المدرية دخلنا المحافظة بصراحة في العديد من المبادرات اللي نقول لك بنخدم على مؤسسات المجتمع المدني وإحنا وظفنا مدارسنا ده كان بتوجيه معالي الوزير محافظة فيهم دكتور أحمد الأنصاري في منخلال مبادرة إيد وحدة إن إحنا نشغل على موضوع التفزيل لأحداث كورونا البدل ما كان بفيه تكدس من الناس داخل مرتباتها ومعاشاتها وهو إلى خير من البنكات البريد حاولنا استخدامنا مدارسنا وكننا وقفين بأنفسنا موجودين بنفسنا بالنظم وهو إلى خير مع السادة مدير مدارس الرائعين والمعلمين المتعونين معهم كلهم كل التحية وكل التقدير في مثلا في أبدل تكافل وكرامة في معاشات الزبنة وأبهاتنا وأمهاتنا أن يأخذوا المعاشات بوسيلة مريحة وبدون رعي الإجراءات الاحترازية لأنه أهم حاجة في أحداث جاء أحد كورونا دي نحن نراعي فيها الإجراءات الاحترازية من أول ارتداء الكمال حد التباعد الجسد إلى أخير والتعقيم إلى أخير ده كان في معظم المدارس ده كان فيه المدارس اللي هي المجورة لمكاتب البريد عشان باشي تكدس على مكتب البريد فاختروا المدارس المجورة مدرسة أو اثنين أو ثلاثة بقى بمجورين على حسب العدد اللي بيصرفوا المعاش فكنا بنوجههم وطبعا نوفر لهم في الأفنية عندنا وفي فصلنا والمقاعد اللي اللازمة ليهم ونوفر لهم الحماية اللازمة والإجراءات اللازمة والتعقيم اللازمة كنا بنقوم بدورنا واجبنا الوطني اللي احنا شفناه وإحنا شايفينه على أرض الواقع من الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه اللي بيقوم بدور واقع وانا بصراحة وانا جاي النهاردة يعني شفت مشاهد جميلة جدا في شبكة الطرق دي احنا بقينا شبكة عالمية يعني الواحد بصراحة جاي النهاردة سعيد ومبسوط من اللي شايفه في التغييرات الكبيرة اللي موجودة على أرض الواقع دي حاجة فعلا مذهلة إذا كان الرئيس نفسه بيشتغل وبينزل على أرض الواقع من الفاجر فاحنا ليه ما نشتغلش فكلنا لازم نشتغل عشان نخدم على أهلينا وعشان نخدم على بلدنا ونخدم على وطننا لان مصر محتاجة مننا ان احنا فعلا نتعاون ونشتغل معهم بشكل جيد وبشكل كبير جدا مصر دي أمنة مصمئنة بفضل الله سبحانه وتعالى وبحرصه وبعنايات يدخل مصر ان شاء الله أمينين مصر فيها خير أجناد الأرض الخيرية في أجناد الأرض أعلى وهم أبناء الكوات المسلحة وكل الجنود المخلصة أي حد بيشتغل في وجندي من جنود مصر الأبرار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا جميعا وأن يعافينا من هذه الأحداث ونعفو الأمة العربية كلها والعالم كله من هذا الوباء الذي يحيط بنا إن شاء الله تعالى لابد أن يكون فيه تعاون كبير جدا من جميع مؤسسات المجتمع المدني لابد أن يكون فيه تخطيط جيد فيه فرق عمل بالشغل فهم ومدركة لما تقوم به هذه الفرق بقى اللي هي سواء كانت في المدارس أو في الإدارة أو أول آخره وأبنائنا الطلاب وتعاون كبير جدا من مجالس الأمانة وتعاون كبير جدا من أولياء الأمور لدرجة إن إحنا من الإدارة عندنا بعض العجز ولكن لم نشعر بهذا العجز خالص أبدا لليل عام الماضي ولا السنة دي لأن فيه تعاون في إن إحنا نسد الكلام ده من المشاركة المجتمعية من خلال السادة الموجهين من خلال الخدمة العامة حاجات كثيرة جدا ووصلنا بها بقى إن إحنا تصدرنا المشهد في العديد من المصابقات خدنا فيها مركز أولى الحمد لله تعالى من أول ما رحنا كان يعني إحنا كان عندنا حاجة مسابقة اسمها الأيسف الطلاب اللي بيشاركوا في الأيسف دول بيحصلوا على مركز أولى اللي بيحصل على مركز أولى وبيتصعد مشاريع المشروع بتاعه يتصعد فالمشروع الناس اللي بيطرعاهم الأيسف ممكن يسافروا بره يسافروا أمريكا والأخير عندنا العام قبل الماضي سافر 15 طابل أو 21 طالب تقريبا من عندنا من الفيون ما كانش في مشاركة جيدة شاركنا استنى الفاتت وصعد عندنا ثلاث مشاريع استنادي في مبادرة فريدة من نوعها ما كانش حادة صارت قبل كده بدنا نطبع التعليم الإلكتروني اللي بيطالب بيه اللي بيطالب بيه الوزارة والدكتور طارق شوي ودكتور دحجازي لهم كل التحية وكل التقدير رفعنا المشاريع ده كان في حاجة جديدة بقى على الإبارة التعليمية اللي هي دخول المدارس التجربية للغات أنا بس أكملك النقطة دي إن احنا رفعنا المعرض الأيسف ده بدل من عمله على الأرض الواقع وإحنا عندنا أحداث كورونا رفعنا كلام ده أونلاين إلكتروني على طول وتم التقيم بالفعل من قبل القائمين على الأيسف الفيون لهم كل شكر والتقدير وإستاذ محمد عندي له كل شكر والتقدير وخدنا استنادي ست مشاريع يعني فيه تصاعد وفيه تغير كبير إلى الأفضل يعني أول ما جاءت ما كانش فيه بعدين تلات مشاريع بعدين دلوقتي ست مشاريع من الصعادين ده حاجة إنجاز يحدث على الأرض الواقع من الحاجات الإيجابية اللي حصلت في دارة نسف الصديق التعليمية الهيكلة والتنظيم والإدارة من ضمن الهيكلة والتنظيم والإدارة إن احنا ما كانش عندنا مدرسة تقريبية كانت عندنا كلها فصول ملحقة حوالنا المدرسة الفصول دي إلى منهم مدرسة كان لدينا مدرسة تقريبية اسمها مدرسة نسف الصديق التقريبية للغات دي ممكن حد recently تسأل عليها مدير المدرسة وتسأل الناس أولياء الأمور يمكن كان فيه ناس اتعلانة قبل ما نفتح لأنه كان فيها التزامات ورابط وقيود للناس اللي بتلتزم بيها ده أنا عرف طبعا من الأستاذ سيد عبدالسطار مدير مدرسة يوسف الصديق التجربية لللغات أهلا وسهلا بحديك أستاذ سيد على فكرة مدرسة فاتف المركز أهلا بك أستاذ سيد التجربة فندم بقى تجربة تجريبي ولغات داخل مركز ومدينة يوسف الصديق إيه الانتقادات اللي تقدمت قبل كده قبل إنشاء المدرسة ورد الفعل طبعا بعد كده في البداية بسم الله الرحمن الرحيم أنا بتواجه بالشكر لحضرتك أستاذ عمر وأسرة البرنامج المحترمة وذلك لإيطاعة القرصة ديها لأدية المداخلة وأتواجه بخلصة شكر وتقدير لدائفك الخلوق ومخترم أستاذ محمود أيبة ومدير عامة قدارة تعليمية بيوشف الصديق التعليمية البداية كانت باستلام العمل في المدرسة بتاريخ ستة أحداشة عامة 2019 وأقد لقاء مع السيد الوكيل والوزارة التربية التعليم بالفيوم أستاذ محمد عبد الله شفاها الله وعافاه وبالترشيح من القادر الأستاذ محمود أيبة والذي عقد معا اجتماعا وانطردا لخطة العمل التي تأثير عليها المدرسة في المحارة المخبرة على أن تنافس المدرسة أفضل المدارس المحافظة وبدعم من سياته وتوجيهاته أصبح للمدرسة وضعا ينافس أفضل مدارس الجمهورية بفضل الله وبفضل توجيهات حضرته وذلك مما وده احنا بنشكر حضرتك عليه والسيد بنشكر حضرتك عليه أن انت يعني يعتبر في سنة واحدة وقدرت أن انت تحصل على مركز طبعا على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة فده طبعا شكر برضو لحضرتك والقائمين طبعا على المدرسة ربنا أفضل فيك وده مش جوجل واحدة ده دي تعليمات بتعليمات مدير عمد ضارة وفضل عمل موجود في المدرسة ومسؤول الموابين وقصة اللغة العربية والقصة كلها الموجودة والفرقة كلها الموجودة في المجالسة البداية صراحة كانت المدرسة كانت فصول ملحقة بمدرسة عدد الفصول فيها كانت حوالية عدد سواع فصول أو تمام فصول وكان الموضوع مش مقبول يعني سيد محمود برق من بداية التنسيق حدد التنسيق وقال ده لابد من اتباع القواعد والضابط اللي هي ضواع الضابط للقبول والتوزيع الجغرافي لها بكده كان بيجمي بشوائد ويجمي في يوم وكان الناس دي بتاخد حق يوسف السدي طبعا لما بدأ التنسيق شغل باللجنة مشكلة عن طريق سوحمود بدأ التنسيق ياخد بس أبناء أولاد يوسف السدي فتوفرت أماكن لأبناء يوسف السدي كان التاني سنة من قبل كده يعني كان بيكش أولاد سواي وأولاد سين نوريس وأولاد الفيوم ويدخلوا بيستغلوا فرصة إنه هو في مكان في يوسف السدي لكن لما منعه ما كده أصبح المتاحة لأبناء يوسف السدي فقط وتم بتوجهاته بأن المدرسة حديثة بيها معامل متطور بيها معامل حسب آلي بيها كل من قومات المدرسة دلوقتي الناس كلها أولا أمور ومعلمين وأهالي وحتى وفي الوزارة لما جاء المهزين المدرسة يعني تعد تنافس أكبر مدارس الجمهورية بفضل الله بفضل دعم المسيز محمود وتوجهاته سيد سيد عبدالسطار مدير مدرسة يوسف السدي التجربية التجربية لغات بشكر حضرتك شكرا شكرا جزيلا لحضرتك اللي يسمي طبعا ده ان احنا لازم نشحد الهمة ونعمل مصابقات ما بين الزمل وبعض يوم بفي تنافسية دي أول مدرسة تجربية أول مدرسة تجربية في يوسف السديق تقول عليها مدرسة أنا عندي مدرسةين تانين فصول ملحقة وليست مدارس وما فيها ناس كويسين جدا وقائمين عليها مدير المدارس الأستاذ ياسر فيك أحكي على فصول كحكي والأستاذ أحمد على فصول غيضاء ولكن دي مدرسة قائمة موجودة متكاملة وفازت هاي بدأت تفوز بدأت تحقق نتائج والفعالية الهام من ده كله هل في فعاليات تعليمية ولا لا هو ده اللي برضو نسأل عليه ان احنا بنشغل دلوقتي على موضوع الفعاليات تعليمية طيب معلش يا أستاذ محمود هنتكلم برضو عن المصاريف احنا بنتكلم في تجريبي وتجربة جديدة المصاريف برضو في المتناول مصاريف في المتناول طبعا في مقابل الخدمات اللي بتقدم لأبناءنا الطلاب والأولياء والأمور في المدارس التجربية لها ده المصاريف دي رمضية جدا انت لما تيجي تقارن دي من المدارس الخاصة مابنك يكونوا داخل مدرسة خاصة بالضبط لان الفصل لا يتجاوز 30 طالب موجودين عندي هناك في المدارس لا يتجاوز 30 وبياخدوا خدمات أفضل من الخدمات اللي موجودة في المدارس الخاصة ولغات فبالتالي خدمة المقدمة خدمة عالية جدا في المقابل في المدارس في مدارس أخرى بتاخد 20 ألف جنيه و25 وهنا في القاهرة بتاخد 100 ألف جنيه و8 ألف جنيه هي نفس الخدمة شروط التقديم بقى ايه الشروط اللي حضرتكم وضعنا احنا فيه قرار وزاري بيحدد سن الالتحاق اللي بيالتحكه بكيجي وان بيدخل الالتحاق من أول كيجي وان لازم تدخل من أول كيجي وان عشان تاخدوا الكرس كامل من البداية بطبعا يبقى سننا احنا اخدنا سن خمس سنوات نزلنا الحد الوقت لسن الأربع سنوات وست شهور ونص بناخد بقى بالتنسيق الملتزام بالمربع السكني اذا ما قال له حدا اكتفضل انا قبل كده دازم يكون داخل مدينة اه انا ملتزمنا بالملتزمين اللي هم أبناء يوسف الصديق واشه كان قبل كراب يجي كان قبل كراب يجي مكان بقى براحتك يعني مكانش فيه كيوت شوية انا ما استناد التزمنا التزام تام ان دي الخدمات دي لابد ان معمولة في يوسف الصديق فلابد ان الخدمات دي تقدم لابناء يوسف الصديق ودي دي بقى الحاجات اللي يمكن كان فيه ناس زعلانين منها برا المركز برا المركز طبعا ان فيه ناس بتزعم منك بس في النهاية وفيه داخل المركز انهم سنهم صغير وهو الاخير او ان احنا منقنا بس اللي كانوا منتحقين قبل كده سألتوا ايه الانتقادات لا الناس بقى كان زعلانة منقنا من الشواشنا لانها ودانها المشرك فاهم ما كانش عارفين احنا منين اللي عارفين ان دي فرق شاسة ما كانش مدركين ان فيه فرق شاسة ما بين فصول ملحقة وبين مدرسة كاملة المدرسة كاملة دولاتي بنعدها انها تدخل الجودة وهتقضوا الاعتماد ان شاء الله تعالى ودي دي المبادرة اللي جاب اها دكتور اكرم حسن له كل التحية وكل الشكر والتقدير وكل استادة مديري للعموم في المدرية الاستاذ احمد خدم من الشهر المالية وقدرية والاستاذ الدكتور مراد والاستاذ محمد عبد السلام مدير مكتب وكل وزارة كل القائمين على المدرية فيه توجيه كبير جدا دولاتي من دكتور اكرم ان احنا نوسع دائرة وقاعدة المدرس للاعتماد والجودة فكان عندنا مدرسة مدرستين استنادي وسعنا القاعدة وهو كلفنا كمديرين ادارات بان احنا نشغل على موضوع توصيع قاعدة الجودة دي عندنا 26 مدرسة مرشحين من الجودة من ضمنها المدرسة دي فتخيل بقى في خلال ايام قليلة مش نقول بقى شهور دائية من بداية العام الدراسي لحد الوقتي لا يتعدى ثلاث شهور خلال ثلاث شهور دي وقت بدخل مدرسة وصلتها من فصول ملحقة للاعت نسكر الى مدرسة تعتمد دي بقى فيه فعالية تعليمية فيها ان احنا نهتم بالفعالية تعليمية ده ده حاجة انجاز نسكر يعني للجميع طبعا فده انجاز حقيقي يتحدث عنه الجميع طيب معنا برضو الاستاذ شعبان مجاهد مدير مدرسة بطن هريد الاعدادية اهلا وسهلا بحركة استشعبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاعلام الصاعد الواعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتك كيفان نسأل الله لكم ولجميع فريق الاعداد التوفيق وخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على قناة الصحة والجمال على اتاحة هذه القرصة ربنا يبارك في حضرتك كيفان وتحية خاصة لمعالي مدير عام ادارة الفيسدية التعليمية نهذا بنتكلم عن الايجابيات الايجابيات داخل الادارة وطبعا حضرتك مدير مدرسة عايزين نتكلم بقى عن الايجابيات نتحرك على ارض الواقع والله انا من ساعة مجاهل استاذ محمود دهب الادارة صراحة مدير متميز هو على تواصل مستمر مع مدير المدارس لتزليل اي عقبات او اي صعبات في اي مدرسة مجانية وخاصة في هذه المرحلة الاختنائية الطرقة والاتجاه العام طبعا للدولة تطوير العملية التعليمية والامر طبعا بيحتاج الى تعاون مسمر بين الجميع حيث ان التطوير طبعا هو مقصود بتطوير جميع جوانب العملية التعليمية وان القادة السياسية ماضية في ذلك فان سيدة مدير عام الادارة لم يألو جهدا ولم يدخر وقتا في ذلك من ناحية مثلا تشكيل لجان المتابعة المستمرة للمدارس اجراء عملتي التقويم والتقييم التقويم اللي هو التعديل طبعا السلوكيات اللي محتاجة تعديل والمخالفات وهو على الطار على طول بيقوم بأي سلوك محتاج تعديل أو تطوير في أي وقت بمتابعة مستمرة مع اللجان اللي هو مشكلة حضرتهم أما التقييم فهو دائما السلوكيات الإيجابية ويعززها من خلال تحفيزه وتشجيعه على هذه السلوكيات الإيجابية في مدارس أدارة السلوكيات المختلفة كما أن برضو الأستاذ محمود عنده المحاسبية عنوان النجاح وده طبعا يعني حاجة كويسة جدا لاحظتها في الأستاذ محمود أنه دائما بيتابع باستمرار أي جوانب وبيتم طبعا تحفيز الجانب الإيجابية وتشجيعها والجانب السلبية الأستاذ محمود دائما بيحاسبها وبيحاول أنه يتلاشى أي سلوكيات مخالفة أستاذ شعبان مجاهد مدير مدرسة بطن هريتا الإعدادية بشكر حضرتك شكرا شكرا جزيلا لحضرتك من الواضح أن ده على أرض الواقع يا فندم يعني كله بيشكر في المجهودات اللي حضرتك قمت بيها في خلال فترة والله يا حضرتك العمل العمالي اللي بتتم على أرض الواقع فديدي بفضل اللي لازم قلته حضرتك ثم فضل جهود الزملاء اللي موجودين على الأرض الواقع لأنه هما اللي بيشغلوا بنفسهم أنا كان فيه دعم مني دعم هو دعم مساند والدعم مباشر أو غير مباشر ولكن العمل الأصيل هو للسادة مدير المدارس وللمعلمين والعيب الأكبر بصراحة على السادة مدير المدارس لهم كل تحية وكل التقدير يعني فده بيشهد إيه؟ هما نفسهم بمسطين يعني إحنا الحمد لله تعالى يمكن وانا جاي الناس بتكلمني بالتليفون بيقول ان احنا الحمد لله تعالى بدأنا يبقى ليه اسم يوسف الصديق يوسكر يعني يوسف الصديق فيها كوادر عالية جدا فيها خبرات متعلقة كانت مظلومة في الفترة كانت مظلومة كانت آه كانت مظلومة في الفترات الماضية دي كلها بصراحة في العقود السابقة كلها احنا يعني خلينا نتكلم ان يوسف الصديق دلوقتي بدأت تشهد في أزع صورها زي ما اتكلم دلوقتي الأستاذ كمال سنوما رئيس المجلس ان فعلا فأزع صورها فأزع صورها ان الاول مرة رئيسي ينزل في يوم فنزل وعمل مجزر آلي على اعلى مستوى موجود في محافظة في يوم هيتعامل على جنبيه مدرسة الزراعة ده اللي قلت لك بقى اللي هو تعليم الفن هيتعامل جنبيه مدرسة الزراعة على خمسين فدان تخدم على المجزر وتخدم على حاجات تانية فبالتالي انت تخرج من هنا تدخل هنا يشتغل مجزر آلي على مساحات شاسعة وفيه قدرة عالية جدا وبيرورد لمصر والغير مصر يعني فيه اللي هو ربط التعليم بسوق العمل المبادرة دلوقتي اللي هي مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نكرر شكرنا وتقديرنا كلنا في يوم صدق في فيوم بشكل عام اللي هي مبادرة حياة كريمة اللي هي دعم 1400 قرية 1400 قرية دي اللي هو تم تطوير منها يوسف الصديق بشكل خاص يوسف الصديق فاحنا دلوقتي باعددنا خطة احتياج دي دي حسب توجهات السيد الفاضل ووكيل الوزارة الدكتور أكرم حسن ان احنا عددنا خطة احتياج هينقش يمكن بكرة في اكتماع مع السيد الفاضل ووكيل الوزارة واكتماع اخر بنفس التوقيت مع السيد الرئيس المجلس المدينة عشان مع القرارات التنفيذية كلها عشان حصر خطة اللي ممكن بقولك قال ان احنا فيه ناس بتشهد دلوقتي على حصر خطة الاحتياج وخطة الاحتياج موجودة معانا هتبقى فيه شيء كبير جدا ليوسف الصديق في الفترة القادمة من حيث التعليم والصحة والأخير ستشهد طفرة بإذن الله كبيرة لان فعلا فيه اهتمام كبير جدا على ارض الواقع وده بفضل توجهات بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي له كل التحية وكل التقدير اذا كانت هناك نتائج فلابد ان كان فيه تخطيط فيه خطة استراتيجية فيه اهداف محددينها فيه ناس بتقوم على بتقوم على هزي الاهداف وفي قرؤية مصر عشرين ثلاثين عارفين مدركين لما يقومون به كل واحد عارف ونسأدوره ايه احنا لو احنا في مصر المحاسبية اللي تكلم عنها الأستاذ شعبان اللي احنا مفتقدينها بجزء ما في كثير من ممارساتنا احنا لو احنا في مصر بنطبق المحاسبية بصكل صحيح وكل واحد عرف دوره ايه هتلاقي فيه نتائج واقعية الأرض الواقع بشكل بشكل مباشر على طول زي ما قلت حضرقك عندنا زي ما عندنا كفاءات وخبرات في يصف السودي عندنا طلاب اكثر روعة طلاب اكثر روعة يعني انا عندي مثلا العام الماضي ممكن لو تقدروا تجيبوها دلوقتي بنت اسماهيب الصايم بتتكلم اللغة العربية الفصحة بطلاق من خلال اول ما دخلت المدرس في مدرس لغة العربية اشتغل عليها في الابتناء اشتغل عليها في الاعداد في السنوية حاليا خدت المركز اول على المستوى الجمهورية في التحضر بالفصحة العام الماضي السنة دي خدت المركز اول على المستوى المحافظة والمستعدة على المستوى الجمهورية مصرحة المناهج واخدين مركز اولى في مدرستين مدرسة اللي هي التجربية اللغات ومدرسة الرجال الاعدادية من خلال منبر حضرتك دلوقتي انا بقولهم هيبقى لهم رعاية خاصة مش بس كده احنا ان شاء الله تعالى فيه عملنا كارنفالات للموهوبين ده من خلال فريق العمل سواء كان الموهوبين في المدرية الاستاذ طرق هديب لو كل التحية وكل التقدير او الموهوبين عندي بكارة الدكتور خيري احنا اكتشفنا المواهب اكتشفنا مواهب كتير جدا لا تتخيل الاركام اللي احنا وصلنا الاعداد كبيرة جدا مئات من الموهوبين موهوبين بكل ما تعنيه الكلمة معنا يعني لو احنا جبتلك سماعتك اصوات او القاء فردي او جماعي او مصرحي او شعر او تأليف او الاخير هتلاقي مواهب لابد انها لابد ان نرعاها بشكل جدا وده اللي دي من ضمن الاهتمامات اللي اولاها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت العام قبل الماضي كان فيه الرقابة الإدارية قامت بدور كبير جدا في رعاية هذه المواهب احنا بنكمل المسيرة في النقط في الحتة دي ان احنا بنرعا هذه المواهب اكتشفنا المواهب دي بنعد قاعات ونجهز قاعات دلوقتي منها المسرح اللي يقوده الاستاذ محمد ميزار واستاذ رفط المسرح والاخير وقاعات اخرى لطرع هذه المواهب لنستمر من رعايتهم لحد ما نطلعهم ان شاء الله تعالى يبقى فيه منهم حاجات نمازج مباشرة باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله يا فن طبعا بشكر حراك جدا 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 والحديث طبعا يعني نحتاجين ساعات عشان قاطر نتكلم عن الانجازات اللي حضرتك طب لو هنوجه بقى ايه هنوجه كلمة لأولياء الامور نعم والله انا بس هبدأ قبل من قبل من نوجه كلمة ورسائل بقى سريعة كده للناس احنا نتكلم دلوقتي عن الخبر الاخير اللي هو خبر تأجيل الدراسة او تأجيل الامتحانات وليست الدراسة عشان الناس بتخلط ما بين تأجيل الدراسة وتأجيل الامتحانات طبعا صدر قرار يوم الخميس بتأجيل الامتحانات الى ما بعد عشرين فبراير ما بعد عشرين فبراير ايه سبب في التأجيل ده طبعا احنا عندنا الاحداث الحالية معنا بس معلش يا أستاذ محمد سيف الجرحي الكاتب الصحفي في الجريدة الوطن اهلا وسهلا بيك أستاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك فاندي وتحياتي لأستاذ محمد ولمشاهديك الكرام اهلا وسهلا بيك فاندي فنحن نتكلم عن الإنجازات في مركز ومدينة يوسف الصديق عايزين في دي أكيد نتكلم عن أهم الإنجازات في 2020 أنا بداية أن الأستاذ محمود هيبة من القيادات المؤثرة في يوسف الصديق وممكن يكون الفيوم محظوظين شوية أننا كانت لدينا قيادات بارزة بداية من الدكتور محمد عبدالله ووكيل الوزارة السابق والدكتور أكرم حتن ووكيل الوزارة الحالي ده صراحة يعني فيه جهود كبيرة جدا تتم بزها في تعليم الصيوم بشكل كبير جدا أما عن إدارة يوسف الصديق أنا شايف أن أستاذ محمود هيبة طبعا عمل شغل كبير جدا هناك في الإدارة ومحقق طفارات سواء على الشكل الإداري أو الشكل الفني فمنه طبعا أنه بدأ يعمل حاجة ما هي كانت شؤون الطلبة ودفعت إنجاز بها العديد من الأمور والمهام يستخرج مثلا نجاح اللي بياخد دقائق معدودة وده وفر بقى الجهد والوقت للطالب وولي الأمر بالنسبة تاني شايف أنه فيه مجاح كبير جدا محققه في المدارس وفي الإشراف وفي المتابعة لما يكون فيه مدرستين عندنا من يوسف الصديق والمدرستين ده لا ياخدوا مركز أول على مستوى الفيوم في الإلقاء ويشاركه في المسابقة الكبرى على مستوى الجمهورية فده يوعد طبعا مجاح لتعليم يوسف الصديق أولا وللقيوم بشكل عام الكاتب الصحفي محمد السيد محمد اتفاضلي فن معليش هو بس عشر وقت البرنامج يا سيد محمد كله يتكلم فيه سيد محمود هايبة إنما أنا أكلمك شوية عن الشق الفني وده المهم ده الطالب والولي الأمر ده إن شاء الله بإذن الله هنشرف إن إحنا نكلم حضرك فيه في وقت تاني بشكر حضرتك جدا جدا الكاتب الصحفي محمد السيد الجرحي محمد سيف الجرحي شكرا شكرا لحضرتك سيد محمود طبعا بشكر حضرك جدا جدا ولكن الوقت بقى خدنا وإن شاء الله بإذن الله يبقى فيه لقاءات تانية ونحاول إن إحنا نكتلم في بقية الحاجات اللي إحنا ما كلمناش فيها حبيبي أنا شعرتك جدا بهذا اللقاء وهذا الحوار الممتع وإحنا جنود بتعمل تروز تعمل من أجل مصر من أجل الوطن لأن بلدنا دي دي محتاجة مننا حاجة كترة جدا أنا سفرتك هذا دولة برة لابد أن نقدر ونقيم هذا الوطن الذي نعيش عليه ولابد أن إحنا نشغل فعلا شغل لو إحنا الناس اللي بتطلع برة اللي بيشتغلوا هنا بنسبة 5% بيشتغلوا برة شغلوا 100% وحققوا نتائج كبيرة جدا ليه ما نشغلش إحنا حتى هنا بنسبة 50% ونحقق نتائج دي إن شاء الله تعالى مصر اللي تحيا مصر إن شاء الله تعالى تحيا مصر تحيا مصر بفضل الله ثم بفضل أمثال حضرتك وجنود مصر الأبرار وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي تحياتي وتقديري للجميع بشكر حضرتك طبعا بشكركم على حسن الاستماع على أمل إن شاء الله نحن نلتقي بكم في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته